اللحظة الضعف حسنتي بيها ساعة لما سمعت الخبر سبحان الله وساعة لما سمعت الخبر أنا كنت متوقع الخبر ولما جمع لولي الخبر قلت لهم أنا عارفة إن ابني هيجيلي شهيد عمري ما تخيلت ابني بدلت فرحه تخيلت ابني وجيلي شهيد فسبحان الله كان ربنا مقاوني جدا وكان كل كلمة بقولها يا بغتك يا وليد النهاردة هتقابل ربنا صحنا وتعالى يا حبيبي يا بغتك هتقابل سيدنا محمد كل الكلام اللي كان على الثاني والده كان برضو نفس الإحساس كان متوقع إن ابني هيجيلي شهيد لإن ابني طول الفترة بتاعته كان بيشيل زماني شهداء وكان كل مرة ما يجيلي ويحكيلي يقول لي يا ماما مش هتستعياتي ويوم ما تشهد إن شاء الله تزغرتي مش هستبكي علي أبدا بس عايز منك حاجة واحدة مشوفش دموعك عشان يدموعك يغلي علي بس لما بقى تسمع ربنا وابوالك فرحين تصور نفس الكلام دي بتطبق فريحين الواد فرحان وربنا قال كده فريحين أنا باعترف يعني وانت قلتوها في أول الكلام سواء كنا متكلم عن أي اسم هما في الآخر شخص واحد دي الحقيقة ومواصفات واحدة هي دي الحقيقة وكلامهم واحد سبحان الله والحالة كلها ممكن تبقى غريبة عن اللي ما عرفهاش بس هو البيت واللي خارج منه ببلوتينزة ببعض يعني مش هتلاقي حد مرة بالتجربة دي استشهد وانال هذه المرتبة إلا وبيته بالسبات دا وبالإمان دا سبحان الله لأنه حق شديد حق ببعض ببعض